أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا دعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأدر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثاوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تقيرنا بكم لإن لم ترتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصر المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني وقبي ونعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من بعده من جرد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محمرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منا حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي قلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر للهام ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا له منازل حتى عاد كلك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما وزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينغرون إلا صيحة واحدة واحدة تأخذهم هم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدناك هذا ما بعد الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزباجهم في ضلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتبعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنب التي كنتم ترعدون إصلوها اليوم بما كنتم تقفرون اليوم نخطم على أفواههم تكلمنا أيديهم تشهد عرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمله النكس في الخلق أفلا يعكنون وما علمناه الشعر وما ينبغينه إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا قلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي دعن لكم من الشجر الأقبر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء وإليه ترجع ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة